السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتوا ما كتشاهدوا هالفيديو مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بوشرا شانيل وما تنسوا نشاء خوتي من اللايك وتعلاقكم بخصوص الموضوع زوج الراحلة شيماء بن سعيد يرد على منتقدي تصوير جنازتها إليكم التفاصيل رد المؤثر المغربي نورديل إبراهيمي زوج التيكتوكر الراحلة شيماء بن سعيد عن من اتهمه بالمتاجرة بموت زوجته لكسب عدد أكبر من المتابعين ورفع التفاعل وذلك بسبب تصويره مراحل تشيح جنازتها ودفنها وأكد إبراهيمي في تدوين نشرها عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على الإنستغرام أنه لو لتلك الفيديوهات لما حضر أحد لجنازة زوجته حيث كتب بغيط نقول أي وحدك تشففيا ولا قال كل ما خيبع لي الله يعطيك حالتي أنا ما كنديرش يوتيوب باش ندخل الفلوس أنا ما كنقولش الناس عونوني ونجمع من عند الناس الحمد لله ربي ما خلانيش نوصل لديك المرحلة الناس اللي واعين وعارفين بلي الإنستغرام لا يوجد الربح أنا كنشارك معاكم هذه اللحظات اللي ماشي أنا مصورهم هذه أول حاجة ثاني حاجة أنا كن معلنت على الوفاة ديالها بهذه الطريقة ما كان حتى شي حد غادي يعرفها وما كانش هذه الناس كاملين غايجوا الجنازة ديالها وأضاف زوجه الفقيدة والحاجة المهمة في هذا الشي كامل هو أنني ما عنديش لوقت باش نتحير أنا إلا ما كانش واقف وصبرت راسي وقويت راسي ديك البنت ما كانش غادي تشتفن في أقرب وقت الحمد لله لله ما أعطاه ولله ما أخذ الله بغاها ما عندي منذير أنا ما عنديش القدرة باش نرجع لها روحها لكن ضروري خاصة تكون عندي القدرة باش نجري على وريقاتها ونخرجها من المستشفى ونديها للمستودع الأموات ومن بعد نمشي نديها تغسل ونديها ندفنها ونقابل جنازها كما شكر نور الدين إبراهيمي المتابعين على دعواتهم لشيماء خصوصا الجالية المغربية بدولة الإمارات وذلك بسبب مساعدتهم له وفي نفس السياق توفيت شيماء بن سعد ليلة الاثنين بإحدى المصحات الخاصة بالإمارات بعد معاناتها مع مرض السرطان وبعد وفاتها أعلن زوجها الخبر كما حرس على نشر فيديوهات على حسابه بالإنستغرام واتقت مراحل جنازتها ودفنها وهو ما لم يعجب بعض المتابعين والمشاهير الذين اتهموه بالمتاجرة بموتها فكيف ما اسمعته أختي فكان هذا هو الرد دين نور الدين على الناس اللي هجموا ليه منهم متابعين ومنهم مشاهير وقالوا لي ما كانش عليك تصور شي ما تصور لها الجنازة ديالها فالله يرحمه ورحم جميع المسلمين والله يصبر العائلة ديالها ويصبر الزوج ديالها كذلك فكنت تأذر أخوتي سعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع شكرا على حسن المتابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة موسيقى